أنا عندي 29 سنة اتقدمت الوحدة وخطبتها وأهلها وفقوا ولما جينا نتكلم عن مكان السكن قلت لهم أنا عندي شقة بس هم قالوا إنه عندهم شقة لبنتهم إن منطقتهم أفضل من المنطقة بتاعت الشقة اللي بتاعته يعني وإني أفرش الشقة ونعيش في شقة العروسة أنا رفضت فقرروا فسخ الخطوبة وأنا بصراحة معجب بالبنت وفكر أني وافق لكن المشكلة أني والدتي رفضة تماماً وبتقول إنهم شايفين نفسهم علينا وإنه ممكن أتجوز واحدة تانية أحسن منها وأنا مرتاح لها يعني أتصرف إزاي بس أنا عايز أقول لك حاجة هو ما فيش مشكلة إنك تقعد في يعني شقةك تبقى موجودة برضو يعني شقةك موجودة هم عايزين تعود هناك إنت أفرش ووضب يبقى أنت قاعد بكرمتك يعني إنت مش قاعد ما أعتقدش إنه غلط إنك كنت تفرش وتقعد في بيت أنا كثير عندي قريبي يعني عندي خال يباني عمارة يعني عندي يباني عمارة وعايز ولاده كلهم معي مثلا أم في لا أعرفك لا ما أدحدش بدخل يعني كل واحد في حاله بس ميدي شقة لكل ومش عايز ولاده يتلعبر مش عايز بناته يتلعبر يعني كله موجود هو كده نظام عيلة كله موجود في شقة بتنتمي لأبو العروسة ده ما يعملش مشاكل في الجوازة لا لا خالص بصي طالما أنا حخش خلاص هي لا تجيب عفش ولا تجيب توديب ولا أحد أنا أخش كراجل أفرش وشطب وأعمل كل حاجة هي معها الشقة أنا عملت كل حاجة تمت قصدي بدأ قدام ده لا وهو مع شقةه هو مع شقةه وشقةه موجودة شقةه مش أنه مع مش حاجة لأ مايفردش في شقةه أبدا شقةه موجودة لكن أنا شايفة حاول تقنع ممتك وده مش سبب أنك تتسيبوا بعض عليه لو أنتوا تبع مرتاحة وإنسانها كويسة وعليتها كويسة إلا لو هم متأنعرين بقى عليكو ده موضوع تاني بس برضو اللي مش شايفة إن ده سبب أشخ الخطوبة هو عنده شقة يعني مش شايفة للأهل سبب برضو إنهم يفسخوا الخطوبة في عائلات في عائلات هي الأمهات ساعات هي شايفة ابنها إيه اللي هو يعد على البساط ويختار ست البلات لا أهل البنت فسخوا الخطوبة أيوة ماشي يمكن عايزين عشان بيقولك فرق مستوى المكان يظهر يظهر ده أعمل لهم أزمة اللي هو إيه إحنا عايزين بنتنا تفضل عايشة في نفس المستوى هدخل بكرامتي برضو هيدخل بكرامته برضو فهماني؟ كل واحد يوم متعنت عالتاني بس فوق الموضوع وحل لها يا سيدي وضب إنت وفرش إنت وأعمل كل حاجة بأجلسة كنت وكل حاجة بأنت كده راجل عامل كل حاجة في البيت يعني دي مش مش مشكلة يعني أنا شايفة دي يعني ممكن تحل ترجمة نانسي قنقر